اهلا مشاهدين الكرام هاي نشوفوا الحلق فشح يكون غدو ان شاء الله الجمعة على مستوى بلدنا نبدوها بهذا الليلة وصباحة الغد بحول الله اذا نتبقى ديما سحبنا نوع العالي والمتوسط متمركزة على المناطق الشمالية الشرقية نقدر نلقوها على المدن الداخلية والهضابة العليا الوسطى في حين بعد السحب نوع العالي وبدون فعالية كذلك نلقوها متفرقة على المناطق الجنوبية الصحراوية وايضا على بعض المدن الساحلية الوسطى وتاني الغربية درجات الحرارة خلال هاد الليلة احسراوح على المدن الساحلية ما بين 21 الى 22 درجات تنخفض الى 17 درجة من جهة كل المناطق الداخلية الغربية في حين على الجلفة لغوات بات نوتي سمسيلت سوكهراس قلمة ام لبواقي 26 الى 27 درجات 32 درجة ليربط منطقة الواد حتى الاناميناس نفس المقياس من جهة بورج بجي مختارعين قزا مويدة على منطقة بشرة حتى انه فرق درجة واحدة ولا درجتين 27 درجة على التين دوف 34 على غردايا و35 ل36 درجة في وسط الصحراء اذا خلال النهار مشاهدين الكرام راح تقدر تكون نسبة رطوبة عالية على المناطق الساحلية ولكن الحالة حيكون شباب بميز كل ارجاء الوطن من جهة المدن الداخلية وخاصة المرتفعات الداخلية الشرقية كما جبال الاوراس كما باتنا بريكا وخنشلة محليا تتشكل بعض الخلايا الرعدية وتقدر تمد امطار على هذه المناطق درجات الحرارة تبقى مرتفعة من جهة المناطق الداخلية والهذاب العليا الوسطى والشرقية الى 36-37 ممكن حتى الـ 39 درجة الـ 34 على بجاية على النباح حتى للقالة 25-26 درجة على العاصمة على الشرشال على بجاية على وهران ومستغانم الـ 41 درجة ما بين بشار ومنطقة الـ 60 دوف تصل الى 47-48 درجة على أدرار الـ 46 على عين صالح الـ 42 على إناميناس مرتفعة كذلك من جهة الواد وحاسم سعود 45 درجة و43 درجة على برج بجي مختار وعين قزام البحر غضوة إن شاء الله رح يكون قليل الاضطراب على كل السواحل الجزائرية رح يكون على اتجاهات مختلفة سرعة الرياح على سبيل المثال على السواحل الوسطى والشرقية 25-20 ممكن حتى الـ 15 كم في الساعة وعلى السواحل الغربية يقدر وصل حتى 30 كم في الساعة يعطيكم صحة ومشاهد الكرام على المتامعة وقبل ما نفترقه نذكركم بالمعلومات الفلكية شروق غروب الشمس على الجزائر العاصمة وضواحيها غضوة إن شاء الله هالجمعة 25 جزوان الشروق سيكون على الـ 35 دقيقة والغروب على 8 و10 دقائق متابعة طيبة لبقية البرامج ونعود ونتلقى بغضوة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر